اشتركوا في القناة اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم يلا بينا نقول المعلومات يلا يا حبيب سوريا سوريا التاريخ سوريا الحضارة سوريا القلب والنب قبل ما تكلم ممنوع دخول السوريين سوريا موطن الاجداد وسوريا الامير عبدالقاضي اشتقتي لبيت جدي ممنوع دخول السوريين هل تعلم ان سوريا قبل الازمة كان اقصر من 80% من شعبها يملكون منازل ملك هل تعلم ان سوريا هي الدولة الوحيدة التي كانت تسمح لاي مواطن عربي بزيارتها طبعا كل الدول العربية لازم ندخلوها بتأشيرة الا سوريا كنا ندخلها بالعربية عادي وكأنك دخل بلدك البلد الوحيدة اللي هي كانت تسمح لاي زائر يدخلها هل تعلم ان اول شجر الزيتون بالعالم وجدت بسوريا هل تعلم ان دمشق اقدم عاصمة بالعالم منذ 635 قبل الميلاد وسكانها 11 حضارات مختلفة هل تعلم ان سوريا البلد العربية التي ليس لها ديون للبنك الدولي وهي مكتفئاتها او الحق اللي هما ايمين عليه ذاتيا يعني من ذاتيهم يعني من حاجات اللي هما بيشتغلوها وكذلك تصدر اجود انواع البضائع بالعالم وطبعا اجمل اللبس اجمل جودة اللبس هو تلاقيه في سوريا وطبعا الاطعمة بتاعتها من الازل اطعمة هل تعلم ان سوريا اول دولة عربية منحة النساء حق التصويت عام 1949 كانش فيه حد في الدولة العربية يعرف يعني ايه تصويت النساء فكانت هي اول بلد في العالم او اول دولة في العالم نزل التصويت للنساء هل تعلم ان اول ثلاثة بيبات تخرجن من جامعة امريكية كانوا من سوريا والهند واليابان كانت اول دكتورة في العالم كانت سوريا بعد كده الهند وبعد كده اليابان هل تعلم ان اول من اخترع الميزان هم سكان سوريا الكبرى هل تعلم ان اول من استخدم كلمة مرحبة هم المسيحيين القدماء في سوريا وتعني كلمة المحبة هل تعلم ان دمشق اول مدينة عربية امتلكت التيار الكهرابي سنة 1920 ما كانش في حد عنده طيار كهرابي ولا محطة كهرباء غير سوريا هي اول دولة انارد بالنور هي سوريا ستة 1920 هل تعلم ان الطبيب السوري ابن النفيس كان سوري وطبعا اول واحد اكتشفت دورة دموية في جسم الانسان هل تعلم ان اول مؤزنة في الاسلام بنية هي المؤزنة العروس في الجامعة الاموي في دمشق اول مؤزنة بنية او اول جامع بنية كان هو في دمشق اللي هو ايه الاموي جامع الاموي هل تعلم ان جزء من الارض سوريا سوف يكون فيه المحشر والمنشر هل تعلم ان دمشق اقضى معاصمة في العالم وان حلب اقضى مدينة في العالم هل تعلم ان سوريا كانت تحتل المرتبة العليا في التعليم عن باق الدول العربية كان كل الدول العربية ينتشر فيها الجهل والامية معادة سوريا كانت البلد الوحيدة لازم السبيان او البنات فيها يتعلموا اي دولة تاني لا ولو فيه تعليم كان للسبيان بس في اي دورة معادة سوريا هل تعلم ان سوريا تحتل المرتبة الاولى في الدول العربية من حيث اختلاف الاديان ولا عيش المشترك يعني الدولة الوحيدة اللي فيها تلقى جميع الطائف هي في سوريا تلاقي شيعة تلاقي نصارى تلاقي يهود تلاقي بهائيين تلاقي شركسيين تركمان يعني كل حاجة علمانين كل حاجة هتلاقيها مسلمين مسحيين تلاقيهم في سوريا هل تعلم ان من اهم المخترعين والعلماء والشعراء هم اصلهم سوريا جنسية طبعا منهم جوبيز ونزار قباني هل تعلم ان الرئيس الارجنتيني الصابق هو السوري الاصل هل تعلم ان فستان زفاف الملكة البراطينية ايزيس صنع في دمشق هل تعلم ان الدراما السورية هي الاولى والاقوى العربية والدبلجة السورية كمان للمسلسلات التركية القديمة وطبعا كلنا يا حبيبي وهي اكتر حاجة بتحصد بالملايين مشاهدة هي الدبلجة السورية اللي هما احنا كنا مفتكرين يما نسمع مسلسل تركي ان اللي بيتكلمه دولة بيتكلمه تركي من سوري كنا كل فاكر من ايه ده تركي فالواحدة ما كان يتكلم سوري تقول لك انا بتكلم تركي لكن هو كان بيتكلم سوري هل تعلم ان في عام 2014 كانت سوريا في مرتبة الثالثة اقوى جيش عربي رغم الحروب هل تعلم ان سوريا استقبلت الاخوة اللبنانيين والفلسطينيين والحرقيين والارمان والاقراض والتركمان حتى اليهود استقبلتهم في بيوتهم بدون ما تبني لهم اي مخيمات كل الواحد اللي معاه بيت والتاني كان يسيب الناس اللي جاي لاجئين وجاي الناس الهربة من الحرب يدخلهم بيوتهم وطبعا مهما تكلمنا على سوريا الكلام ما بينتهيش فانا قلت جزء بسيط عن معلومات اللي انا عرفها او اللي انا قريتها عن سوريا لان احنا عارفين ان سوريا مهد الحضرات وعاصمة الثقافة الاسلامية الله يحمل سوريا واهل سوريا ومهما قلنا حقها فهي قليل لان هي طبعا كان الله يردها الاهلاء ويرد اهلها لها وينصرها كتعبارة عن جنة الله في الارض ورب يا رب ينصر كل المصدعفين في جميع انحاء العالم العربي كل انسان هو اللي غير العربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله ينصر جميع المسلمين في انحاء العالم كله في الدنيا كلها رب ينصر المصدعفين ويا رب لينا لقاء اخر ويا رب المعلومات تكون عجبتكم ولا حاجة بسيطة الله يحمى سوريا واهل سوريا وقال صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فذا خير فيكم ويرب معلوماتكم عجبتكم ودينا لقاء آخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة